بوضوح يشبه تماما بداية مسيرته الحكومية يقود رجل المخابرات ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حراكا ملموسا على الأرض في الفترة الأخيرة سيما بلقاءات على مستوى الرفيع يقترب من الإنسانية ويقترب من خط الدفاع الأول رجال القوات الأمنية الرسالتان على خط واحد ثابت يريد الكاظمي من خلاله تأكيد استمرار جهود الحكومة التي تحقق خدمات العراقيين ومنها الكهرباء الذي يفتح ملفها في الصيف مع اشتداد حرارة التقصى الحديث كان بلغة الضرب بيد من حديد لعدم تكرار العملية الإرهابية والتخربية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة كما في كل عام الرسالة الوطنية الأسمى والتي يحتاجها البطل العراقي في الميدان تجلت من خلال إفطار عراقي على مائدة القوات المسلحة جمع بين الكاظمي في مقر الفرقة السابع عشر وقوات أمنية يبعث من خلالها التأكيد على خندق العراق الواحد والانضباط العسكري والانتماء للوطن والدفاع عنه والتضحية في سبيله توقيت زمني مهم يتزامن مع بناء العراق لمشروعه السياسي المتلك بفعل الانسداد لكن الكاظمي مستمر بواجبه القيادي لجهاز المخابرات والقوات المسلحة وكرئيس وزراء قالها سابقا على الحكومة تقديم واجباتها حتى آخر يوم في عهدها رسالة تعي بالضرورة الحفاظ على أمن العراق وسيادته رغم ظروف السياسة وأوراقها اشتركوا في القناة